كثفت قوات النظام قصفها على المناطق المدنية داخل مدن وبلدات سورية مع انطلاق مفاوضات جينيف أربعة حيث استهدفت هذه القوات الأحياء السكنية في مدينتي دومة وحرستة ومزارع بلدة جسرين بالغوطة الشرقية بقذائف المدفعية تسببت باستشهاد ثمانية أشخاص من المدنيين وجرح آخرين فيما اندلعت اشتباكات عنيفة بين الثوار وعناصر النظام في منطقة التلول الحمر بالريف الغربي وسط قيام المروحيات بإلقاء براميل متفجرة على بلدة بيت جن ومحيطها واستشهد جراء القصف على منطقة التلول الحمر قياديين في جيش الحرمون في حمص سقط عدد من الشهداء وعشرات الجرحى من المدنيين جراء قيام قوات النظام باستهداف حي الوعر المحاصر بقذائف الدبابات والهاون بينما شن الطيران الحربي غارات جوية على مدينة الرستن وقريتي غرناطا وتير معلاء وبلدتي تل ذهب والغنطو ما أدى لسقط جرحى كما تعرضت قرى السعن الأسود وكيسين وحوش حجو لقصف مدفعي وبقذائف الهاون من قبل قوات النظام دون حدوث أي إصابات في صفوف المدنيين فيما تتواصل المعارك بين عناصر تنظيم الدولة والنظام في منطقتين الدوى والبيارات غرب مدينة تدمر بالريف الشرقي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف من قبل الأخير إدلب هي الأخرى كان لها نصيب من القصف الهمجي حيث استشهد أربعة مدنيين وجرح آخرون بينهم عناصر من الدفاع المدني إثر قصف جوي للنظام على مناطق متفرقة بإدلب وقال مسؤول إعلام الدفاع المدني في مدينة خانشيخون أن غارات بالصواريخ لطائرات النظام طالت الأحياء السكنية في مدينة خانشيخون ما أسفر عن استشهاد رجلين وطفلين وإصابة مدنيين اثنين وطفل بجروح وهم نازحون من بلدة لحايا بحمى ترجمة نانسي قنقر